ليه هدور كبير في المحافظة على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده والمحافظة كمان على طراصنا وثقافتنا يا صحيح الأفلام اللي بتتقدم دلوقتي بقى التكاوي سريعة الربح بس ده موجود في كل دول العالم اه وموقف حضرتك ايه كرئيس جهاز السينما من الأفلام دي؟ انا ضدها طبعا بس ده ما يمنعش ان فيه ازمة في الانتاج السينمائي في مصر وانا بفضل علاقاتي قدرت اقنع مجموعة من المنتجين الاجانب انهم يستثمروا فلوسهم في صناعة السينما اه تمويل من بره تفتكر المنتج اللي هيجي ينتج في مصر او يشارك في الانتاج هيكون مصلحته ايه؟ انه يقدم فن وفي نفس الوقت بيزنس او يكون هدفه نشر افكار شازة انا عمري ما هسمح باي فيلم انه يشوه او يسيق لمصر غريبة ما انك كنت بتنتج الافلام دي بره مصر الكلام ده ما حصلش انا شركتي على مدار تاريخها بتقدم فن محترم انا ليه تاريخ في الانتاج السينمائي وسمعتي معروفة لكل الناس سلقت 2000 بالتحديد شركتك مش كانت مسامة مع الشركة فرنسوية اسميق السياي بلولي انتاج فيلم مصري والرخابة منعته قبل التصوير مش الميسيو برضه هو اللي كان بيمولك الميسيو؟ انا مش فاهم انت تقصو دي افلام ايها اللي كنت بتعملوها بره انا معرفش انت بتتكلم عن ايه انا اسف مش هقدر اكمل الكلام معاك عندي حاجات اهمب كتير من التخريف اللي انت بتقوله ده ايوة منا انت ليه ميجتيش انقارت المدرسة؟ اه ما عالش بقى صحيت متأخر اصلا صحية مخنوقة ومش طيقات في البيت طب ايه رأيك بقى نخرج النهاردة سوا مع بعض اه كيزي عصام بس انا اصلا ما ايه مش هتوافق بفيلة دلوقت هتكلمك بالليلة اشها في المدرسة اوكي باع انت بترجوش علي لي وات صوتك احنا الى في مدرسة محترمة وانا مدرس محترمة يلا شوف انت بتعملي ايه؟ واللهي ماشي ماشي ده ايه الجيل ده؟ الراجل ده مهتم جدا بالاعمال الخيرية ومنحس جدا للمواطن الجلبان علشان كده انا شايفه من اهم مرشح الرئاسة وعايز الفترة الجاية كلنا نهتم بيه ونكتب عنه كتير في الجورنال وهلال عايز هلال يكتب عنه كم مقال عن اهم انجازاته ومشارياته لا 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 ما اعتقدش ان هلال ممكن يوافق انه يمضح حد او يجامله عشان بينشر عندنا اعلانات عن شركاته هلال ده حد كده عنيد قوي ده صاحبي وانعارفه كويس هلال ده شغال عندي في الجورنال بتاعي يعني لازم ينفذ كل اللي احنا بنتطلبه منه الراجل ده بيسندنا ولازم كلنا نقف وراه ايه؟ مفيش مشكلة انا ممكن اخلي صاحفيين تانيين يكتبوا عنه انا قلت هلالي عن هلالي حاول تقنقوا بطريقتك انتو مش صحاب ولا ايه؟ ما عشان احنا صحاب انا مستحيل اطلب منه حاجز ايدي انا مش قادر افهم يا سامح بيه انت ليه مصر على هلال بالزيد هلال في ناس كتير بتحبه وبتقراله علشان كده لازم نستغل ده في مصلحاتنا كويس اول خد بالك ادراس كرسيك ده في كافة والله انا طالبه منك في كافة تانية خالص هلال مستهل مش هيوافق اسمع كلمة خلاص كويس اول افقى هتضطر تنزل انت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل انا اليوم ممكن نعمل حاجز ايدي ولكن كده ممكن نخسر هلال تخسر هلال ولا تخسر الكرسي بتاعك اللي عدت طول عمرك علشان توصله بتحفى انا هستنى منك المقال يا دراز وهصرف لك مكافأة خمسين الف جنيه بوعدك لو المرشح الرئاسي بتاعنا كسب انا هعرف اقناقوا ان انت تبقى المستشار الاعلامي بتاعه وساعتها تبقى في مكانة تانية خالص هستنى منك المقال موسيقى الراجل ده جابي المعلومات دي مني؟ ده الموضوع مات من سنين وايه الدليل اللي معه اللي ممكن يسبق الكلامة؟ هلال كامل ده مش سهل اللي سألت عنه وعرفت انه صاحفي عنيد وبيهاجب في اي حد يعني لو فعلا معه دليل مش هيسكت علينا تمالك متوتر كده ليه؟ الله ها؟ درايا يا دونيا ما احنا دفلينه ساول وبعدين انت عارفة منصبي حساس قد ايه؟ ولو تعارف حاجة زي دي هقعد في بيتنا انت مقبر الموضوع قوي على فكرة كل انسان في الدنيا دي وليه نقطة ضعف خلينا نعرف هلال ده سكته ايه الاول وبعد كده سهل التعامل معايا اه؟ ما انت مش فارق معاك سمعتك؟ كل الناس عارفة انك مع الحرية والتحرق ولو اسم الجيف الموضوع مش هتتقذي الخطر الكبير علي انا والميسيو لما يتقال انه مشاركه في حاجة زي دي الناس مش هتسكت والميسيو كمان لو هلال قدر يوصل له انت عارفة ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي وهيأثر على موقفه ازاي؟ اسم الميسيو ده اختفى من السنين ومحدش يعرفه غيرنا يعني استحلق يوصله يا دنيا ده عارف كل اللي عملناه وكأنه كان معانا بالزبط ووصل لنا انا وانت يعني وصوله للميسيو مجرد واعتمش اكتر خلاص يبقى تبلغ الميسيو وهو هيتصرف معي اشتركوا في القناة 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 ايوا زيزو انت فين كلي ده؟ انت اللي فين يا هيله انا لسه اوصل البيت او اسمع انا اهازك تخش عالنت تتدور لي على نص مصراحي اسمه انتحار غير معلن انتحار غير ايه؟ غير معلن تدور عليه وتطبعهولي هتعرف ولا أجأ أنا بقى أشتغل معاك؟ لا لا ما تقلقش أنا لو أي حاجة وقفت قدامي هكلمك تفهمني طيب ماشي مالو إزايك يا أستاذ هلال؟ أنت فين؟ أهلا أنا أستاذ ساميح خير في حاجة؟ أنا عاوز أقبلك ضروري شغله مهم ومحتاجك فيه ليتقابل بكرة في الجرنال؟ لا 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 الأفضل يكون دلوقتي قول لي أنت فين مكانك وهبعد عربية تغتك من المكان اللي أنت فيه أستاذ هلال شهاب باشا محتاجك معاه في الحملة لانتخابية بتاعته محتاجني فيه أنا مجرد صعفي في جريدة معارضة ما تقللش من نفسك يا أستاذ هلال أنت قامة صحفية كبيرة ووجودك معنا هيكون إضافة عظيمة لنا أنت هتكون مسؤول إعلامي للحملة متالي فيه ناس أكفأ مني ممكن يقوموا بتدردك بلاش تواضع يا أستاذ هلال على فكرة أنا متابع جيد لمقالاتك والحملاتك الصحفية ضد الفساد وأعرف أنك معارض للنظام الحالي أنا مش معارض للنظام أنا معارض لأي غلط بيعمله أي نظام سواء نظام سابق أو حالي أو مستقبلا حتى جرى يا أستاذ هلال هو إحنا مش عاكبينك ولا إيه أنت صحف كبير وعارف أسرار المطبخ السياسي كويس قوي وأكيد عندك دراية بالأخطاء اللي وقع فيها الحكومة دلوقتي وليكن الأخطاء دي أدعنا بيتعلم منها وهي مرحلة وبتعدي أفهم من كده أنك رافض لفكرة ترشحي؟ أنا لسه معرفتك شي كويس ولازم تعرف إن أنا لو وفقت على العرض بتاعك ده وشوتي فيك أي حاجة غلط هكون أول واحد بنشرها وبكتب عنها موافق جدا وهو ده المطلوب أنا عايز أصرح الناس بكل حاجة عني إلايه بقبل الميزة وعشان كده اخترتك أنت بالذات أنا برنامجي الانتخابي يتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي للمزج نجحة في دول تانية وأهم حاجة بيتميزه الشفافية طب أنا محتاج وقت أفكر فيه حاجة زيدي مستهد إن الواحد ياخد فيها قرار بسرعة طب مش تسمع بقي العرض الأول؟ انت هتكون واحد من القائمين على الحملة بتاعتي ومن دلوقتي بغاية معادة الانتخابات مرتبك هيكون عشرين ألف دولار في الشهر كويس؟ عشرين ألف دولار؟ آه مش شايف إن المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معي؟ عموماً الفلوز مش هاي اللي هتخلينا أقبل أو أرفق هنزلو مم مم ازاك هاو سيزلان؟ روبي كنت عايزة دردش معاك في موضوع صغير كده يعني عايزين منك خدمة صغيرة خدمة من انا اقمر صبيح البجوري ايش فاهم يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شوية معلومات كده يعني كنا عايزين معلومات عنه ليه انت عارف ان هو يعني فيه شوية قلق كده حواليه تمويلات من بره وتغير ان هو بيدعم حاملة المرشح رياسي وانتو مش عايزين بقى المرشح ده ينجح لا 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 يا أستاذ زلال احنا مش شغلاتنا ان احنا نحدد من اللي ينجح ومن اللي يسرط احنا بس عايزين نتأكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا بس طيب انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول اشكرك ده كارت في كل ارقام تليفوناتي اول ما توصل لحاجة انا هنتظر تليفون من حضرتك استأذم انا فادر او بي او ازيزو او ازيزو في المكتب عنه مشي بس كده الحساب هيتقل ها فرش